قابت الناجي ندخل بقى في أجواء البطولة وعشت أحداث وبطولات كانت أكبر كمان وكان فيها زخم إعلام وجماهيري في اليابان وكاس العالم كده لما كانت بتتلعف في اليابان كان ببطولة لها رونك مختلف شفت الأحداث إزاي والبطولات إزاي أنا حضرت تلت بطولات كاس عالم مع النادي الأهلي في اليابان وكانت تلت نسخ بس في اليابان في اليابان آه بعد كده اتعملت في المغرب والإمارات ويعني تنقلت في أكتر من بس هما ثلاث نسخ كانوا وأرى بعض في اليابان في اليابان آه والربعة أنا كنت شاركت في تصفياتها بس مشينا مع ميستر مانون على إيران فما حضرناش النهائيات نعم بالضبط لكن طبعا زي ما أنت بتقول أنت بتحس إحساس كاس عالم يعني أنا حضرت كاس عالم طبعا في روسيا نفس الأجواء نفس الأجواء تقريبا في اليابان أنا ما شفتش في الأماكن الأخرى لكن في اليابان بالثانية وبالدقيقة ويعني كان فيه بهجة وكان فيه يعني تنظيم احنا فيه البطولة اللي أخدنا فيها التالت كان تريكا هياخد أحسن لاعب وبعدين ندوها للرونالدينيو عشان شركة السبونسور والحاجات لكن لا عملنا مبارات كبيرة جدا وأنا بمناسبة مبارات ريال مدريد يعني لأنه أنا معجب جدا بمستر كولر مدرب مارين جدا من ناحية الخططية وحتى أثناء المباراة بيقدر يعني يستوقع بالمنافس بشكل جيد جدا وعنده حاجة يعني ما بيشوفهاش كتير في المدربين كبار قوي يعني بيخلي التشكيلة كلها أو البلير لست كله واقف على مشاط رجله مفيش حد على الحجر كل الناس فجأة تلاقي واحد من المدرج جاي أساسي أو من على البنش جاي أساسي فده لأنه طبعا أنت لعيب في النادي الأهلي معناها أن أنت لعيب تبقى جاهزة وليفايت يعني أن أنت راجل لعيب في النادي الأهلي صحيح وده كان بيبقى عيب كبير في بعض المدربين اللي بمسكوا النادي الأهلي مش عايز أسمي يعني يعني مصنفين اللعيبة دي أن فيه أساسي وفيه احتياطي مع أنه النادي الأهلي ما بيجيبش لعيب احتياطي النادي الأهلي بيجيب لعيب ليه مواصفات معينة ليه يقدر يلعب تحت ضغوط يقدر يلعب في منافسات كبيرة دايما النادي الأهلي بيفكر التفكير ده فأنا الرجل ده بصراحة يعني جدا ممتني ليه في طريقة تعامله مع التشكيلة بتاعته طب هل ده ممكن يدي يعني الفرقة نفس أطول يعني حضرك ده أكيد ده بالتأكيد لين العكاسات ده بالتأكيد لين العكاسات فكره ده على الفرق لأنه النادي الأهلي بيلعب في بطولات كتير فهو يعني أنه بيخلي فيه جهزية للناس كلها فده أي حقيقة وبعدين أنت بتلاقي ناس يعني كانت بعيدة من وجهة نظر الآخرين يعني كانت بعيدة فنيا أو بعيدة نفسيا وبعدين تلاقيها موجودة وتلاقيها أحسن حد بشكل بلوسها جاء يعني عندنا أمثلة كتير في الفرقة يعني بدون ما نسمي يعني حتى ظهر في مطش الريال في التشكيلة الأساسية حتى مطش الريال هو يعني كان بيفكر أنه الحالة الفردية أو المهارة الفردية ممكن يكون لها دور فلعب حسين الشحات وعبدالقادر طرفين ولعب أفش عشرة وشريف راس حربة ولعب المسندين هاني ومعلول برضو ناس لهم أدواره جمعية كويسة وهو كان طمعان وده حقه لأنه لكن في حسابات تانية حسابات بقى الفرق القوة والسرعة وفرق الرسم التكتيكي بتاع ريال مدريد وفرق تنفيذ واجبات المراكز بتاعة اللعيبة المحترفة دي والتنويع في شكل الأداء طبعا فوجئنا به ولكن مع ذلك أنه احنا خلقت لنا فرص في المباراة كان ممكن تقلب المباراة يعني كان يبقى المباراة فيها وعليها يعني لكن أنا ما أعجب به هو كشخص وكمدرب وعايز أقول أن مباراة فيلمينجو بكرة مباراة فيلمينجو فرقة كبيرة جدا ولكن الفرق نادي الهلال قيمة التسويقية بتاعة فريق نادي الهلال زي أوروبا يعني بيجيبوا لعيبة بعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين مليون دولار وخمسين كده يعني اللعيبة اللي موجودة يقدروا لعبه في أي نادي في أوروبا احنا لو جبنا لعيبة اتنين تلاتة مليون يقولك إهضار المال العام بلوقتي احنا أقولنا حتى اللعيبة اللي متعقد معها أو اللي باعها فيلمينجو السنة دي مفيش لعيب تحت الـ 15 مليون لا طبعا مفيش وهم لا حتى اللعيبة اللي موجودة دلوقتي عندهم كمية لعيبة عندهم هو طبعا الكرة في البرازيل اللعيبة اللي بتخلص في أوروبا بترجع بتبتدي هناك وتخلص هناك آه يعني مبتبقاش في حالتها الفنية اللي هي كانت وبدأ بيها ففي فرصة كبيرة إن شاء الله بكرا إن إحنا اللي لأ نعمل حاجة كويسة ونخلص المات قبل ضربات الجزاء بإذن الله إن شاء الله بإذن الله